على صعيد اخر نفت وحدات حماية الشعب الكردية السورية دعاية الجيش التركي بانه يطوق افرين ووصفتها بالدعاية كما اكدت في الوقت نفسي ان القوات التركية تقصف جميع الطرق المؤدية الى افرين وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود قال ان افرين محاصرة منذ فترة طويلة من جميع الجهات واضف ان تركيا تنشر اخبارا كاذبة لاغراض معنوية هذا وكانت تركيا قد اعلنت انها تطوق المدينة مشيرة الى انها سيطرت على اكثر من نصف المنطقة كما سرح التركيا بانها وفاشنطن ستتخذان قرارا بشأن خارطة طريق تخص منبج في سوريا في التاسع عشر من الشهر الجاري كعشفة عن مرافقة وفد تركي امريكي للمقاتبين الاكراد المسلحين بل المنسحبين من منبج في سوريا